جهود متميزة لاجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال اسبوع حققت خلالها الاجهزة الامنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الاجرامية شديدة الخطورة اسفرت جهود الاجهزة الامنية عن ضبط عدد 692 عنصرا اجراميا ومصر عنصر اجرامي شديد الخطورة بنطاق 24 مدرية امن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا ابرزها سرقة سلاح مخدرات قتل وضبط معهم 358 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الاجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات ضميات وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والاسماعيلية تم ضبط 45 متهما وضبط معهم اسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الاسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع 1473 قطعة السلاح ناري ابرزها 182 بندقية 129 بندقية آلية 62 مسدسا 1100 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة 165 خزينة اضافة لـ 1824 قطعة سلاح ابيض وترسيخا لمبدأ السيادة القانون نجحت اجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الاحكام في تنفيذ 585 ألفا وتسعمائة وسبعة عشر حكما قضائيا من بينهم 2308 حكما جنايا ومائتان واربعة الف وسبعمائة واثنين وعشرين حكما حبسة ومائتان وسبعة وتسعون الفا وتسعمائة واحد عشر حكما غرامة وثمانون الفا وتسعمائة وستة وسبعون حكما مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت اجهزة الوزارة خلال اسبوع في ضبط ستة تشكيلات عصابية ضمت سبعة وعشرين متهما قاموا بارتكاب 12 حادث سرق متنوع وتم كشف غموض تسعة وثمانين حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرق بالإكراه وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي 135 متهما وتم إعادة سلاس سيارات مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع من ضبط 1712 قضية ادغار في المواد المخدرة من بينها اكثر من 254.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش وما يزيد على 331.5 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت اكثر من 50.5 كيلو جرام وضبط ما يزيد على 7.5 كيلو جرام من مخدر الايس الشابو اضافة الى ما يزيد عن 6.5 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد 25597 قرص مؤسر 8.280 قرص ترامدول مخدر و2305 قرص كيبتاجون هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 34 مليون جنيه كما تم ضبط قضية غسل اموال بقيمة مالية بلغت 40 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة ترجمة نانسي قنقر